السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد الصيف قرب وإجا معه الحر وحاليا تكتر الأسئلة عن مبردات المعالجات فاليوم اشتريت أكتر من مبردات الهوائية الاقتصادية المنتشر بالسوق بفئة العشرين للخمسين دولار حتى نشوف أشياء فضلهم وهل فعلا يستحقوا الشراء؟ رح نعرف كل هاتفاصيل بعد ما نسمع رسالة سريعة من سبونسور اليوم ودى علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNKRT بعد ما تحصل المفتاح اكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هنا وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals من حوالي عشر سنين المبرد الهوائي الاقتصادي الديفولت كان الكولر ماستر هايبرتو 12 لأنه ما كان فيه مبردات اقتصادية بفئة العشرين دولار قادرت نفسه مبرد رخيص ويقضي الغرض لأغلب المستخدمين بعدها كولر ماستر أصدرت كم نسخة منه وشوي شوي سعره بشر يرتفع ومن حوالي خمس سنين أركتك طرحت الفريزر 34 Duo بسعر 30 دولار راجعته من زمان وبالفعل مبرد ممتاز مقابل السعر لكن للأسف مرة تانية السعره بشر يرتفع شوي شوي حتى وصل للخمسين دولار بس بفترة هالخمس سنين الماضية السوق امتلى مبردات هوائية اقتصادية بفئة تحت الخمسين دولار اخترت أكتر أربع مبردات هوائية اقتصادية شعبية المبرد الأول أغلاهم اللي هو الارك تيك فريزر 34 Duo متل ما قلت حاليا سعره حوالي خمسين دولار سنجل تاوار مع أربع أنابيب حرارية بيجي باللون الأسود وشخصيا بلاقي شكله الأفضل اللون الأسود هيك الشكل احترافي بصراحة وبحب شكله هيك مع المروحتين وبيعطي هيك شكل professional بالنهاية الشكل التفضيل شخصي ووزن الهيتسينك 513 جرام ومعه مروحتين 120 ملي من اسمه Duo المبرد الثاني هو الأضخم بين المبردات الهوائية لأنه دول تاوار سنجل تاوار يعني مثل هاد يعني هيتسينك واحدة دول تاوار مثل هاد طرفين للهيتسينك أو اتنين هيتسينك فيه ومثل ما شايفين حجمه أضخم بكتير دايم بواهي سيك اللي هو thermal right peerless assassin 120 وسعره 35 دولار أو حوالي 35 يعني حتى قبل ما نباشر كل هالحجم والمعدن ب35 دولار شي مبهر بصراحة يعني كمية معدن مقابل السعر خرافية لأنه وزن الهيتسينك 818 جرام وبيجي معه 6 أنابيب حرارية وأكيد طبعا بيجي معه مروحتين لأنه دول تاوار المبرد الثالث كمان من نفس الشركة اللي هو thermal right assassin king 120 SE بحوالي 22 دولار سنجل تاوار مع 5 أنابيب حرارية ومروحة 120 ملي أدرسابل RGB ووزن الهيتسينك 505 جرامات آخر مبرد معنا هو أرخصهم الاد كونيج 214 XT أيضا سنجل تاوار مع 4 أنابيب حرارية ومروحة 120 ملي كمان أدرسابل RGB ووزن الهيتسينك حوالي 366 جرام هذا أخف مبرد بينهم ليش عب بذكر أوزان الهيتسينك؟ لأنه كلما كان فيه معدن أكتر عادة بيكون قدرته على التشتيت أعلى بس مو دائما وكنقطة مرجع للمقارنات ضفت مبرد مائي 280 ملي الأورس لكويد 280 هو نقطة مرجع معه مقارنات بين المبردات المائية والهوائية نقطة مرجع فقط أولا خلونا نتكلم عن الخامات وجودة التصنيع وبدون أدنى شك الـ Peerless Assassin فيه أفضل خامات وأفضل جودة تصنيع المبرد بالفعل بتحسسه فقيل ووزن وخاماته جدا جيدة عندك 6 أنابيب حرارية وحتى هون عندك base plate على عكس المبردات الثانية اللي بتجي direct contact فهذا أغلب شوي يعني وكلفته مبين عليه أنه مكلف وحتى ما روحوا فيها مثل مطاط على الزوايا لتقليل الضجيد فمن ناحية الخامات هذا الأفضل المبردات الثانية ممكن أقول الـ Arctic Freezer والـ Assassin King نفس بعض تقريبا من ناحية الجودة واللي هم جيدات جدا وعننا الـ Ed Cooling 214 XT بتلاقيه أخفهم حتى عندك هون الشفرات بحسهم خفيفة وزنه خفيف خاماته أخف من البقية لكن سعره أقل بشوي بحوالي أربعة دولارات فهي بالنسبة للجودة يعني كلهم متقاربات لكن عندك الـ Peerless Assassin الأفضل بعدها الـ Arctic والـ Assassin King متقاربات وهذا الأخف بالنسبة لسهولة التركيب ممكن أقول الكلمة متقاربات يعني ما فيهم شي صعب صعب لكن إذا بدي أختار الأسهل من ناحية التركيب بقول الـ Arctic Freezer 34 أسهل بشوي من ناحية التركيب من البقية لأنه فيه براغي أقل بشوي لكن ما في شي صعب يعني لكل متقاربات بس إذا بدي أقول الأصعب بشوي من ناحية التركيب اللي هو الـ Peerless Assassin لأنه دول تاور تركيبه أصعب بشوي من البقية بس الكل يعني البركتات فيهم ستاندرد ما فيهم شي غريب عجيب لكل تركيبهم عاضي يعني أوكي ننتقل للتجارب الفعلية لعمل التجرب استخدمت معالج i5-13600K معالج حار لكن ماهو بركان استهلاكه حوالي 150 واط شبكته على بورد Tough Gaming Z790 Pro i-Fi ولكن بقية المواصفات والكيس Open Air Test Bench حتى نلغي نسبة الخطأ من الكيس والغرفة كانت مكيفة بدرجة حرارة 21 درجة مئوية كمان لحتى نحصل أدق نتائج ممكنة وأيضا استخدمت معجون حراري موحد اللي هو الـ MX-4 لحتى حصل نتائج دقيقة وأيضا لأنه المبردات الماء أو المبردات هدول معاجينهم للأسف خلصيت استخدمتهم مقبل بمرة فمعاجينهم خلصت لذلك استخدمت ماجون حراري موحد اللي هو الـ MX-4 برنامج الاختبار كان Cinebench R23 واختبرت كل مبرد لمدة نص سعة Stress Test فخلينا نباشر بنتائج الضجيج وسرعات المراوح قبل ما أعرضت النتائج بدي أياكم بتخمنوا وتكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات يا ترى برأيكم أي مبرد قدم أسوأ نتائج من ناحية الضجيج ويعني الصوت إذا قلت لي 214 XT رح أقل لك غلط وإذا قلت لي Assassin King رح أقل لك كمان غلط وإذا قلت الأركتك فريزر كمان رح أقول غلط أسوأ مبرد في التجارب اليوم من ناحية الضجيج كان المبرد المائي يب ضجيجه كان أعلى شي كيف؟ أنا بعرف أن المبردات المائية هادئة شون صوته على شي نعم أنا بشوف كثير هالتعليق أي مان أنا اشتريت مبرد مائي حتى أتخلص من الضجيج بس صوته عالي المبرد المائي ممكن يكون أهدى بس لازم تضبط له الأعدادات أو أعدادات سرعة المروح من البيوس أوتوف ذو باكس يعني بدون تعديل أي شيء بالأعدادات مو بالضرورة يكون أهدى إليكم النتائج أهدى مبرد كان البييرلس أساسن يب الأضخم والأهدى أعطانا 43 دي بي بعده الأد كولينج 214 XT واللي هو شيء مفاجئ بصراحة خفيف لكن هادئ صوته بعده الأساسن كينج 120 وأسوأ مبرد بين هالأربعة من ناحية الضجيج كان الاركتيك فريزر 34 اللي هو مرة تاني شيء مفاجئ لأنه المروح اللي بتجي مع الاركتيك يعني جددها عالية بس لما تطلعوا على سرعات المراوح رح تفهموا ليش هالصوت أو هالضجيج البييرلس أساسن سرعة مروحه كانت حوالي 1300 ربيم لهالسبب كان هادئ الأد كولينج 214 XT حوالي 1586 ربيم الأساسن كينج 1616 ربيم الاركتيك فريزر 2096 ربيم والمبرد المائي 1732 ربيم الآن كل هالمبردات ممكن تضبط سرعاتهم من البيوس وتقلل الضجيجهم بشكل كبير بس لما تقلل سرعات المروح رح تقلل أدائهم شوي فكلما كان أداء المبرد أقوى كلما قدرت تضبط سرعة المروح بشكل أكبر أكتر مبرد ممكن تقلل سرعات مروحه بدون ما تخسر حرارة أو تزيد الحرارة عندها كتير هي بالعادة المبردات المائية لأنه سيعتها الحرارية عالية الراديتور دائماً أكبر بكتير من الهيتسينك حالياً فهمتوا ليش المبردات المائية هادئة بس لازم تضبطها شي بنفسك مو دائماً هادئة أو out of the box مو بضرورة تكون أهدا وصلت لفكرة؟ ننتقل لنتائج الحرارة الفعلية المبرد المائي أعطانا أفضل حرارة 62 درجة مئوية مين كامت فاجئ؟ مبرد جداً ضخم 280 ملي لكن هالمبرد وحده المائي أغلى من كل هالمبردات مجتمعين سعره حوالي 200 دولار بس مرة تانية أنا ما حطيته بالتجارب حتى أقارنه مع هالمبردات حطيته مجرد نقطة مرجعية بالنسبة لمبردات المائية مرة تانية الـ Peerless Assassin يبهرني قدم أفضل حرارة 68 درجة مئوية لحد الآن الـ Peerless Assassin جبارة بصراحة يعني مثل ما قلنا خاماته الأفضل ضجيجه الأفضل وحالياً أداءه الأفضل بين مبردات الهوائية تاني مبرد من ناحية الأداء هو Arctic Freezer 34 71 درجة مئوية بس مثل ما قلنا صوت مروحه كان عالي شوي ممكن تضبطهم بس رح ترتفع شوي الحرارة لما كان سعره 30 دولار كان مبهر بس حالياً بـ 50 دولار قيمته مش الأفضل في خيارات تانية أفضل مثل الـ Assassin King على سبيل المثال تبريده أعلى بدرجتين وأقل من نص السعر وأسوأ مبرد كان معنا اليوم هو الـ Ed Cooling 214 XT على الرغم أنه أداءه كان الأسوأ بين هالمبردات لكن ما زلت أعتبره خيار جيد لأنه الأرخص بحوالي دولارين ثلاثة أو أربعة من هات لكن ما زال يقدم قيمة جيدة الأسوأ بينهم لا يعني سيئ ما زال جيد فإيش الخلاصة؟ الناس ستشوفها النتائج ومباشرة نتقل لك أكيد الـ Peerless Assassin ونعم الـ Peerless Assassin قيمة ذهب بدون قد نشك بتحصل أداء مجنون مقابل السعر هالمبرد ممكن تشبكه على i7 i9 ومع شوية تعديل الإعدادات ومع ركفة تمام في السليم بس هذا ما هو خيار المفضل بين هالمبردات ليش؟ لأنه دول تاور ضخم جداً وشكله ما رح يعجب الكل وتركيبه شوي أصعب من البقية وأيضاً بيغطي الرومات وبيغطي منافذ البورد مثل منفذ 8PEN للـ CPU فمن ناحية الجمالية والعملية ما هو الأفضل إذا صار معك مشكلة في الرومات صار معك شغلة في البورد بدك تشبك شيء بالبورد تشبك كبل مروحة تشتفصه الكبل كذا بدايق كتير هالمبرد بس من ناحية الأداء مقابل السعر لا يقهر وبالمناسبة هالمشاكل اللي حكيت عنها مش حصرية في هالمبرد بالتحديد هي موجودة تقريباً في كل مبردات الدول تاور ضخمات بيغطوا الرومات بيغطوا منافذ البورد ويعني هيك بتحسهم هيك يعني بيفيج جداً في هذا الكيسات ما زلت أنصح فيه بس حط الأمور اللي قلتها في العسبان اختياري المفضل هو بحوالي 20 دولار هالمبرد لا يقهر 5 أنابيب حرارية أداء مرضي لمعظم المستخدمين يعني لو عندك i5 أمورك تمام حتى لو عندك i7 رح يكون تمام زمانك مصدقني؟ رح شوف الفيديو هون ركبت عليه i7-14700K نعم بس مع شوية تعديلات للمعالج رح شوف الفيديو شكله جميل أنيق معه مروحة RGB ما بيغطي الرامات ما بيغلب بالتركيب ما هو يعني هيك بيفيزيادة عن اللزوم بشكل عام هذا رح يكون مرضي لأغلب المستخدمين واللعبين فمن هالمبردات هذا هو خيار المفضل أما ال214XT جيد ولكن منصحك تروح مع الاساسين كينغ تقريبا بنفس السعر لكن هداه أداءه أفضل وخاماته أفضل إذا ما قدرت تتحصل الاساسين كينغ أو ال214XT كان أرخص بشوي روح معه ما زال خيار جيد أما خياري المفضل السابق الارتك فريزر 34 للأسف حاليا نصح فيه صعب شوي مو لأنه سيء لا لأنه سعره ارتفع وحاليا فيه خيارات أفضل بأرخص بس من ناحية الشكل ما زال مفضل عندي بين كل المبردات الهوائية محب هيكل لونه الأسود البروفيشنال شكله جميل رح أترك روابط للمبردات تحت بالوصف للحواب بيشتريهم وبالمناسبة كل هالمبردات اشتريتهم من مالي الخاص ما فيه أي شيء مقدم من أي شركة وهذا رأي خاص أكيد وبس يا جماعة إذا عجبكم المقطع بتعرفوا اشتعملوا لا تنسوا مزود الفريمات ومقلل الدروبات وعلى سيرة الفريمات والدروبات والهرتزات روح وشوفوا الفيديو السابق موجودهم إذا فاتكم حكينا فيه عن شاشة خرافية بتقدم هرتزات خرافية بسعر جدا رخيص موجودهم روح وشوفوا إذا فاتكم الفيديو كان معكم أخوكم أيمن محمد شكرا للمتابعة سلام عليكم